دكت مدفعية القوات المشتركة مواقع وتحصينات تتمركز فيها ميليشيات الحوث الإرهابية شمال غربي محافظة الضالع وقال مصدر عسكري في قوات الجيش الوطنية أن وحدة المدفعية في الواء 30 مدرع استهدفت بعدد من القذائف ومواقع وتحصينات وثكنات حوثية في قطاع حبيل العبد والفاخر غربي قعطب وأكد المصدر أن القصف حقق إصابات مباشرة وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران